ضمن برنامج تلفزيون الآن في شهر رمضان المبارك انطلق برنامج موعدنا شباب ليقدم مواضيع منوعة عن الصحة والجمال والتكنولوجيا وأيضا مواضيع رمضانية ونقاش بين المضيعين بطريقة جديدة وغير تقليدية يخاطب البرنامج فئة الشباب ويطرح مواضيعهم التي تطرح على مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن عدة فقرات ستعرفنا عليها أكثر ضيفتي في الستوديو الزميلة ريم مبيض أحدى مقدمات البرنامج ريم صباح الخير إليك صباح نور كيفك شو الأخبار تمام الحمد لله قبل ما نبلش ريم خلينا نروح ونشوف بعض المقتطفات من برنامج موعدنا شباب يلا ترجمة نانسي قنقر خويتية والفنانة أحلام طبعا أنا انتبهت أن الجمهور كان جدا متفاعل مع هذا الموضوع خاصة الخليجيين لأنه كانوا مدايقين من هذا النوع من الأخناء لأنه هنين فنانين كثير كبار بالخليج فهنين بمثلوا الخليج العربي فهنين كثير مدايقين كانوا من فكرة التحاوش أو نزاع أكان هو نزاع نزاع أيوة فعلا نحن عرفنا عنه تمت هاي الأخبار كلها عن طريق السوفي الميديا وطبعا فيه برنامج رمضاني كتير حلو اسمه مجموعة إنسان للإعلامي علي العلياني وعم بيظهر فيه جميع الإعلاميين أو الفنانين اللي عنده مشاكل بالمجتمع وتحديدا المجتمع الخليجي وبظاهر أنه هو بيصالح من بيناتهم بيطلع كل العيوب ولكن بالنهاية بيصير فيه نوع من الصلح أنا باعتقادي هذا برنامج جدا رائع ومختلف من نوعه وبريء وجديد وجريء جريء فعلا جريء بس بما أنه هو حيوصل لنية صافية بالآخر ما فيه أي نوع من المشاكل بحس أنه هذا الشي ممكن يوضح للجمهور أكتر شو عم بيصير فحنان نحن جاهزين نفرج أول فيديو لأطالة أحلام بالبرنامج ريم يعني مبين أنه الشباب أنه البرنامج موعدنا شباب هو شوي يعني هيك عفوي ويمكن بيحاكي الواقع بطريقة كتير مهضومة أحكي لنا أكتر عن فقرات البرنامج وخصوصا الهدف يلي بده يوصله أو الرسالة يلي رح يوصلها البرنامج لفئة مطابعينه برنامج موعدنا شباب هو أحلى شي فيه أنه هو عفوي والمقدمين اللي معي شهناز مهى ومحمد عنبا كتير هيك لطيفين وطيوبين على الهواء أوقات مننسى أنه نحن عم نقدم برنامج وهذا المغزى من البرنامج بصراحة حابين نوصل فكرة أو فكرة غير اعتيادية للشباب اللي برا هلأ نحن منجيب مقتطفات صغيرة ممكن تفيد كل حدا التكنولوجيا بتفيد الشباب فقرة البشرة والجمال بتفيد المرأة وحتى أوقات منحكي فيها عن الرجال كيف لازم يهتموا بحالهم بشكل عام منحكي عن مواقف اجتماعية وشو رأينا تجاه المواقع أو تجاه مواقع تواصل الاجتماعي وشو عم بيصير عليها بالضبط والأخبار اللي نحن منقتطفها من هدول المواقع وشو رأينا بالضبط فيها ونحن عنا انترتينمنت انترتينمنت يعني نحن منسلي الجمهور معنا دائما عنا سؤال يومي بيكون مثل بيقولوا راندم عادي هيك منحاول أنه نعمل هيك تفاعل مع الجمهور وأوقات منحكي مع مشاهير أو مشاهير تواقع التواصل الاجتماعي منحكي معهم منشوف رأيهم هنين كمان شو رأيهم بالسؤال اليومي مثلا اللي نحن عنا يا مبارح كان عنا يا عن الديجا فو اللي هو شهده من قبل كان عنا كذا اتصال مبارح وكان من يوم ليوم التفاعل عم بيزيد عن اليوم اللي قبله أنا بصراحة كتير ببسوطة بهذا البرنامج وبتمنى أنه نحن نوصل الرسالة الصح لشبابنا لأنه هو أكتر شي نحن عم نحاول نوصل صورتنا الشبابية للشباب لأنه هنين أكتر شي بيستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي طيب باريم يعني بالحديث عن الاتصالات الهاتفية يمكن هل بتجي هي على فئة أنه أسئلة أم نقاش بيكون المتصل عم يناقشكن فيه أو حتى على فقرات معينة أو الاتصالات مفتوحة بتكون؟ مفتوحة الاتصالات مو على فقرات معينة نحن دائماً منقول بأول البرنامج أنه نحن هذا سؤال البرنامج وإيما إيجانا اتصال ومناخده ويصير فيه نقاش مفتوح بيننا وبين المتصل كيف ما أنت مثلاً قاعدة مع حدا أول مرة بتتعرف عليه وعم تحكي معه بطلاقة هاي هي فكرة الاتصالات اللي نحن عنا إياها مع جمهورنا أو مع المشاهير بشكل عام أنه نحن حتى حابين ناخد ونعطي مع المشاهير ونشوف طبيعتهم وشو رأيهم كمان هنين باللي عم بيشوفوه معنا طيب يعني مواقع التواصل الاجتماعي يمكن هي أكتر شيء بيشغل هلأ حالياً مو بس الشباب حتى نحن يعني في الفئة العمرية مثلاً حتى بعد الثلاثينات أو حتى بعد الأربعينات حتى الآباء هلأ صاروا ياخدوا كل أخبار عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والنقاشات كلها عم بتصير هونيك فأنتوا كيف عم تعرضوا هالفكرة هل عم تعرضوا مثلاً هاشتاغات معينة أو نقاشات معينة صارت على مختلف المنصات نحن منحكي على أكتر شيء منشوفه على مواقع التواصل الاجتماعي إذا فيه هاشتاغ تريندين كتير على السوشيال ميديا نحن منحكي على أكتر شيء محدث عنه بمواقع التواصل الاجتماعي مناخد الخبر ومنتناقش ومباناتنا كنقاش كأنه أنت قاعدة مع أصحابك بالقهوة وعم تتناقشي معه النقاش عام نعم جميل جداً ريم مبيض اسمحي لي تشكرك كتير شكراً كتير لأليك عام على تعريفك ببرنامج موعدنا شباب ترجمة نانسي قنقر